يطرى هلطرى؟ هو علاء عندما يتحدث أو يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بيكتب يقول إيه؟ تعالى نقرأ وحدة وحدة بعد إذنك معلش اسمحولي أنا هت... آه بص ممكن يعني أنا هتحرك ولا عشان الإضاءة يا زيمة هتحرك؟ أشكرك يا زيمة أخذ نضارتي في إيدي يا ابني أنا عايزة وضح أرجو إن إحنا نسمع الكلمتين دول كويس ده الأكاونت بتاع علاء على تويتر أنا عايزة وضح بس إن لو طهاروا الدخلية وعملوا لنا أجدع دستور خد بالك أجدع دستور وجابوا حكم ثوري منتخب حبوب تبقى لمصطلح علاء منتخب العمق عميق وكتبوا أحسن قانون تظاهر في الدنيا برضو مش هنلتزم بي يعني السؤال هي المشكلة في إن قانون التظاهر عاجب ولا مش عاجب؟ لا مش مهم عند علاء مش مهم اعمل القانون وأنا مش هلتزم حتى بص قالك إيه؟ أحسن قانون تظاهر في الدنيا مش هلتزم أحسن دستور في الدنيا مش هلتزم حكم ثوري منتخب حبوب مش هلتزم؟ ده علاء هل يعقب علاء على دي؟ طب أفوتها خد فوتها أنا أقول فقط يا جماعة معلش رجل بيتفك بكلمتين مخنوق شوية فوت طب أسأل بقى هنا نصل إلى بعض من بيوت القصيد ما أكتر من بيت تعالى هو لولا حرق الأقسام كانت الدخلية هتتربى؟ دي لغة علاء دي لغة علاء نحرق الأقسام علشان الدخلية تتربى إيه؟ يعني أنت ما حرق الأقسام يا علاء ولا إيه؟ يعني أي محامي في الدنيا لو سألته على دي يقول إيه؟ آه دا يا جماعة شكل من أشكال التحريض على حرق أقسام البوليس أي مهاجمة واضحة تجاه مؤسسة من مؤسسة الدولة دا كلام علاء مش كلامنا وبيكمل بيقول علاء إيه؟ حرق الأقسام كان أسلوب تقديبي سلمي خبالك السلمية عند علاء إيه؟ حرق الأقسام أسلوب تقديبي أسلوب تقديبي سلمي دي الدخلية السلمية عند علاء بدلا من دبح كل الزباط علنا فهو شايف إنه السلمي أحرق بس مش لازم نتباحه يعني نحرق بس الله إحنا كده ما دخلناش في قصة بقى حرية الرأي والتعبير إحنا كده ما دخلناش في قصة السياسة إحنا كده دخلنا في قصة إيه؟ التحريضة على حرق منشآت لمؤسسات الدولة منشآت أمنية بمعنى أدق وأنا جايلك في الآخر نحكي شوية حاجات كده من اللي كان بتحصل في العالم في السريع البني يعني مش ها بس خد بالك قالك بدل من دبح كل الزباط أعلنا يعني ماشي اللي بعده يا عم زيمة محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي وخلصنا أبه ده هيدخلنا على اللي بعده المسألة تصعودية رائعة الجلالة خدت علاء فقرر أنه بيتساءل يتساءل متعجبا وفي نفس الوقت محرضا في نفس الوقت مشجعا على أنه يتعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي ويخلصنا ما كلنا عارفين أن ما فيش حد فيهم آآ ما كلنا عارفين أن ما فيش واحد فيهم مش مجرم فكانت تلقى التهمة على نام عيانا بيانا على علاتها جامعا غير مبعضا إلخ إلخ سيبك من كل ده الراجل الناشط السياسي حرية الرأي والتعبير بيقول محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية بشكل عشوائي ويخلصنا لو خلصونا بقى البعض قد يفسر كلام علاء أنه يحاول تشكيل تنظيم مسلح يغتال ضباط الدخلية ممكن حد يفسرها كده وممكن حد تاني يفسرها تفسير تاني يقولك لأ هو بس بيشجع على إيجاد تنظيمات مسلحة تبقى مهمتها اغتيالات ممنهجة أو بشكل عشوائي كما وصفها ويخلصنا بشكل عشوائي مين حلو مين وحش مين عطل مين بقى يلا بس خد بالك علاء ناشط سياسي وحقوقي وأيقونة خد بالك علاء تهمته حرية الرأي والتعبير رجل بتهم في تهم سياسي قال فهم فين السياسة في ده بس اللي بعده قال لك كويس الشماتة في موتهم ونبز أهليهم الوسيلة الوحيدة إن تبطل الحالات الكتير الشماتة في الموت ونبز الأهالي بقدر كم الكراهية اللي موجود في التويتا ممكن يبقالها من خارق قانونية فلا يحكم ولا يحسب عليها بس التغربتين اللي فاتوا بيقولوا إيه أيوة نحرق إقسام وأيوة نقتل زباط ده كلام علاء ده مش الدعاء من حد ده كلامه هو اللي بعده بطالب بحرق قال لك آه طيبانة قل بالك طيبانة بطالب بحرق جسس السادة الزباط واستخدامها كوقود طبيعي لحين انتهاء أزمة السلار البعض هيقول لك يا جماعة بيهزر هو ده فيه هزار بجد يعني الحاجات دي فيها هزار يعني أنا لو عاوز أهزر لا ده أنا عندي حاجات كتير ممكن أقرأها لكم لأ أنا عندي الحاجات دي يعني أنا لو عاوز أهزر أهزر كده عادي يعني أنا لو قلت نعمل كده مع فلان ولا علان ولا زيد ولا عبيد عادي